الهجوم البري الاسرائيلي على لبنان يقترب من ساعات الصفر تل أبيب تبلغ واشنطن بعدد من العمليات البرية والولايات المتحدة ترسل تعزيزات إلى الشرق الأوصف قبل نحو شهر من موعد الانتخابات الأمريكية والتقارير تؤكد بأن واشنطن كانت تعلم بخطة اغتيال نصر الله هذا سباق القمة وأنا هاني الحجازي أهلا بكم حزب الله بلا أمينه العام وبلا أرفع قياداته وأكثر من ذلك بلا الرعيل الأول من مؤسسيه وبلا قسم كبير من مخازن أسلحة التي دمرتها ولازالت تدمرها إسرائيل هو أمر أسبوع مر على الحزب منذ تأسيسه حتى الآن وأثقل أيامه يوم السابع والعشرين من سبتمبر يوم اغتالت فيه إسرائيل نصر الله بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قال نتنياهو بعدها بهذا أغلقنا مع نصر الله الحساب واستمرت إسرائيل في الاستهدافات لتؤكد أن الحساب مع حزب الله لا يزال مفتوحا رغم أن الحزب يرد بصواريخ متفرقة تطال إسرائيل بين الحين والآخر الحساب لم يغلق كذلك مع الحثيين في اليمن والجماعات المدعومة من إيران في سوريا فغارات إسرائيل لا تتوقف عن كل ما سبق ما ينذر بتحول الصراع في المنطقة إلى حرب شاملة لا يريدها بايدن ولا إدارته وفق التصريحات دعونا نستمع لما قاله بايدن هبا نصر مديرة مكتب السرق تلتحق بنا من واشنطن في هذا الحديث وهذه المتابعة هبا أهلا وسهلا بك المؤشرات على اقتراب بدء الهجوم البر الإسرائيلي على جنوب لبنان يبدو بأنها قد بدأت ما الذي تسمعينه في الأروقة السياسية وأيضا العسكرية الأمريكية تجاه ذلك نعم هاني على الأرجح أنها بدأت بالتأكيد الزملاء في لبنان قد يؤكدون ذلك لكن الهان بحسب ما يتم تنقله بأن هذه العملية قد تكون بدأت الأمريكيون يعتبرون يقولون أن إسرائيل أعلمتهم بأنها تقوم حاليا بعمليات محدودة عمليات عسكرية برية محدودة لكن لا صورة واضحة أيضا عند الأمريكيين بشأن ما يعرف بالأند جيم يعني ما الذي يريده الإسرائيليون وهذا ما سألته في وزارة الخارجية وحتى عدد من المسؤولين هل إسرائيل الآن ستدخل ستدخل كما تقول أو كما أعلمت الأمريكيين لاستهداف ما تعتبره بناء تحتية لأسلحة حزب الله ولحزب الله أم أننا أمام مشهد احتلال جديد يعيد لبنان إلى ما كان عليه في السنوات أو في العقود السابقة حتى هذه اللحظة ما يقوله الأمريكيون وما تقوله الإدارة الأمريكية بأن ما أشعر به هو عملية محدودة عمليات محدودة ضمن الحدود من دون صورة واضحة عن نهاية المشهد بالطبع اليوم ويمكن أن أعتبرها زلة لسان ثم ما لبث أن استدركها المتحدث باسم الخارجية عندما قال بما معناه أنه مرات الضغط العسكري قد يؤدي إلى حل حلة دبلوماسية وهذا يا هاني ياشي لماذا كان يعني لماذا رأينا أن الإدارة الأمريكية حتى وإن قدمت مقترحاً لوقف إطلاق النار منذ تقريباً أسبوع إلا أنها تبدو مترددة في الضغط الحقيقي على إسرائيل فيما يتعلق بملف لبنان خلافاً لما كان عليه الأمر فيما يتعلق بغزة لإذ أنهم يأملون أو ربما باتوا يشاركون ما يراه الإسرائيليون بأنه فرصة لتحقيق إنجاز ما في المسار الدبلوماسي الذي تعثر على مدى 11 شهراً والذي يبدو أنه قد يتغير يعني نحن نتحدث هاني بعد 7 أكتوبر وبعد بدء حزب الله بحسب ما يقول الأمريكيون العمليات ضد إسرائيل كان آموس هوكشتين المبعوث الأمريكي إلى لبنان وإسرائيل يقود المفاوضات لتطبيق 1701 بالطبع اليوم الأمريكيون والمتحدث باسم الخارجية ردد كلام نعيم قاسم بأنه يكون عليكم أن تسألوا حزب الله لكن سؤالي كان عن نجيب ميقاتي وكلامه وهل يمكن الآن إذا أعلن لبنان إذا أعلن لبنان وحزب الله تحديداً أنه سينفذ القرار 1701 ويعلن نشر الجيش اللبناني في الجنوب وانتخاب رئيس جمهورية هكذا قال ميقاتي هل سيغير ذلك في المعادلة ويمكن منع عملية بالرية بالطبع أنا كنت أسأل من باب السؤال لكن هاني المعطيات كلها تغيرت على الأرض بن يمينة هانياهو يتحدث عن شرق أوسط جديد اليوم أمام هذا المشهد لا أعرف إذا كنا سنسمع من الأمريكيين أكثر من عبارة لا نريد لهذه الحرب أن تتوسع وبالتالي أعتقد ليس فقط علينا النساء العامة إذا كان الأمريكيون يضغطون باتجاه إنهاء الحرب في لبنان لكن إنهاء التصعيد الذي نشهده الآن في لبنان أم أنهم موافقون عليه بين مزدوجين موافقون أن يستكمل الإسرائيليون العمليات بالشكل الذي يعتبره الإسرائيليون بأنها تستهدف حزب الله والبنية التحتية خاصته وليس البنية التحتية الخاصة للدولة اللبنانية أتحدث عن المطار وعن المرفأ وعن الجيش اللبناني بالتالي الصورة غامضة هنا لكن بالتأكيد أعتقد أنه عندما يقولون أنهم أشعروا هناك نوع من ربما أضاء الأخضر نعم هذه الصورة الغامضة قبيل أيام قليلة كان هناك حديث عن مسألة التعزيزات وإستمرارها إلى أي مدى الجهات العسكرية والاستخباراتية في الولايات المتحدة لديها تصور عن مسألة المدى الذي يمكنها من خلال إسرائيل الضغط على إيران وإيران لن يكون لها ردة فعل إذا ما أخذت بعيني الاعتبار ما حدث بعد قاسم سليماني ما حدث بعد هنية ما حدث مع نصر الله ما حدث أيضا مع كثير من الاستدافات التي طالت الداخل هلو الولايات المتحدة أصبحت تعلم بأن إيران لن يكون لها ردة فعل كبيرة هاني بحسب ما قاله أحد المسؤولين لي بأن هذا ما فتح شهية الإسرائيلي يعني عندما رأوا أن إيران لم تستجب لدعوات حزب الله بيت تقديم طلب العون عندما كان يتعرض لتلك الضربات من قبل إسرائيل يبدو أنها فتحت الشهية الإسرائيلية يعني رأوا في ذلك فرصة لا أقول أن الأمريكيين باركوا تلك اللحظة لكنهم بالطبع رأينا البيانات بعد ذلك اليوم المسؤول في البنتاجون خلال إحاطة لمجموعة من الصحفيين قال هاني إننا نأخذ التهديدات العلانية الإيرانية على محمل الجاد ورأينا أيضا إرسال مقاتلات وأيضا التحضير لإمكانية إرسال قوات يعني وضعها في حالة تأهب لم يرسلوها لكنهم لم يتحدثوا عن مؤشرات لنية إيران على خوض هذه الحرب وهاني علينا عندما نقارب هذه المسألة أن نرصد كيف تطور الموقف الإيراني من إسماعيل هانية يعني عندما تم استهداف ما تقول إيران إنه قنصلية وحتى هذه اللحظة الأمريكيون لا يقولون إنه قنصلية في سوريا رأينا أنه كان هناك قرار بالرد لكن من إسماعيل هانية لشكر للبيتجرز لا استهداف حسن نصر الله لم يتحدث الأمريكيون عن مؤشرات على إمكانية رد إيراني ولا يوجد تعزيزات أمريكية تشي بالاستعداد لهكذا رد شكرا جزيلا علما هاني أريد أن أضيف نقطة أخيرة تفضلي بشكل سريع بشكل سريع استمعنا جميعنا لبنيامين نتنياهو خلال الساعات الماضية عندما تحدث وخاطب الشعب الإيراني وقال إننا لسنا ضدكم هو نفس الخطاب الذي وجهه للبنانيين قبل عملية اغتيال نصر الله شكرا جزيلا من واشنطن مديرة مكتب الشرق هناك هبا نصر تحسبا لأي تطورات يمكن أن تكون على شكل اجتياح بري محدود لجنوب لبنان اجتياح ألمح له وزير الدفاع الأسرائيلي وافغالاند في آخر تصريحاته وتحركت واشنطن على إثره ووضعت قواتها في المنطقة على أهبة الاستعدادات وقرر البنتاجون إرسال مزيد من التعزيزات الأمريكيون يتواصلون مع الإسرائيليين كما يقولون لكن لا خبر عنهم أو منهم إن كان موعد اجتياحها للبنان قريبا أو تم بالفعل إلا ما كشف عنه مسؤولون أمريكيون للشرق والذي يوحي بأن العملية البرية وشيكة جدا وربما تكون قد بدأت أو خلال ساعات ما اتضح حتى الآن هو أن إيران لن ترسل قوات إلى لبنان أو غزة لمواجهة إسرائيل كما قالت الخارجية ولكن يبقى الأكثر وضوحا ما صدر عن المرشد الإيراني علي خامني والذي أكد أن حزب الله وليس إيران هو من سيقوم بالرد على إسرائيل بينما تتولى طهران فقط مسألة الإسناد من واشنطن أرحب بالجنرال مارك كامت مساعد وزير الخارجية السابق لها الشؤون السياسية والعسكرية ونائب وزير الدفاع لشؤون الشركة الأوسط سابقا أهلا وسهلا بك معنا هجوم محتمل أو نحن بصدده على لبنان من قبل إسرائيل ما هو موقف الولايات المتحدة الآن من مثل هذا الهجوم؟ أعتقد أن الموقف الأمريكي يمكن أن يلخص بعنصرين الولايات المتحدة تفضل أن يكون هناك وقفة لقنار وديبلوماسيا لحل القضايا أو المسائل التي تدفع إسرائيل لأن تخوض هذا الهجوم ضد لبنان مثلا احترام القرار 1701 ولكن أعتقد أيضا أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها رغم أنه قد يكون هناك قلق أن هذا يتخطى تعهدنا بالدفاع وقد يعتبر عمليات هجومية من الإسرائيليين نعم هذه التداعيات التي من الممكن أن نتحدث عنها جراء هذا الهجوم هل الولايات المتحدة ربما أصبح لديها قناعة بأن التداعيات التي يأتي خلفها إيران لن تكون تداعيات كبيرة غير مرة حصلت هجمات كان يتصور بأن إيران ربما تقوم برد فعل كبير ولكنها لم تقوم هل هذا جعل الولايات المتحدة ربما في مسألة اطمئنان لمثل هذه التداعيات؟ لا أعتقد أن هناك أي طمئنة للولايات المتحدة في هذه المرحلة المشكلة مع الحروب هي أنها تتخذ زخما خاصا به وبسبب ذلك أن على ثقة أن الولايات المتحدة تخطط لعدد من العمليات والاحتمالات المختلفة في حال هجمت إيران أو في حال لم تهجم لكن في هذه المرحلة لا أعتقد إلا إذا كان هناك حوار مع آية الله في طهران يمكن أن نعرف تحديدا ما يفكر به الإيرانيون وما الخطوة التالية التي يتخذونها دعم إسرائيل للقيام بمثل هذه العملية البرية أي تأثير له سيكون في الداخل الأمريكي على مستوى الساسة على مستوى المشرعين قبل الانتخابات الأمريكية؟ لا أعتقد أن الأثر سوف يكون كبيرا كما تعرفون فأن الانتخابات داخل الولايات المتحدة تركز أساسا على القضايا الداخلية مثل الاقتصاد وفي هذه الحالة حقوق المرأة والهجرة وأنا لا أعتقد بالضرورة أن إذا ما بقي الهجوم بمستوى متدنن على لبنان وهذا لن يؤثر على قرار الناخب الأمريكي من جهة أخرى إذا ما توسعت رقعة الحرب وأصبحت إقليمية خاصة إذا ما كان هناك ضحايا بين الدبلوماسيين الأمريكيين أو الجدون الأمريكيين في المنطقة وإذا ما تحولت الحرب إلى حرب إقليمية واسعة النطق بطبيعة الحال سوف يكون هناك انتقاد من الناخبين الأمريكيين حول السياسات الإدارة الحالية التي أدت إلى مقتل الأمريكيين وتحديم البنى التحتية الأمريكية ولكن لا أعتقد أن هذا سوف يحدث هذا ما أخمنه وبالتالي لا أعتقد أن ذلك سوف يؤثر على القرار داخل الولايات المتحدة في الانتخابات هو لن يؤثر ولكن أيضا أصبح معلوم بأنه كرت من ضمن الكروت التي يلعب بها على الطاولة سمعنا في أكثر من حديث ترامب كان يتحدث عن مسألة ووصفه للخروج المذل للولايات المتحدة من قبل أفغانستان مسألة الحروب التي قامت في فترة الإدارة الأمريكية الديمقراطية الحالية لذلك أنا ربما سألتك هذا السؤال ما بعد هذا التدخل البر وما بعد هذه القوات التي تحركت إلى الشرق الأوسط هذه القوات وجودها سيكون في موقف دفاع أم هجوم أم هو فقط عملية ردع كيف نفهم وجود هذه القوات وتعزيزها بداية تعقبا على النقطة التي أثرتها عن ترامب أنت أثرت النقطة في محلها هو قد يتحدث عن هذه المسألة ولكن على الأرجى أن الناخبين الذين معظمهم قرروا كيف سوف يصوتوا سوف يغيروا رأيهم إلا إذا كان هناك حرب وسعة تتؤثر على الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط أما بالنسبة للموقف الأمريكي طبعا الوجود هو دفاعي وحاليا ليس هناك مجال لكي تفكر أمريكا في الهجوم ولكن كما قلت سابقا الحروب تتخذ زخما خاصا بها مثلا إذا هجم الإيرانيون ومثلا هجموا على ناقل أو حامل طائرات أمريكية طبعا الولايات المتحدة سوف تقوم بعمل هجومي ونأمل أن لا يكون هناك إمكانية بحدوث ذلك وأن العمليات إذا ما حدثت تبقى محدودة ولكن أذكركم أن سياسة الولايات المتحدة هي باحتواء الوضع ولكن إذا كان هناك انفجار للوضع واتخذت الحرب زخما أكبر طبعا الولايات المتحدة سوف تقوم بكل ما هو ضروري برأيها للحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط وضمان سلامة عناصرها الجنرال مارك كامت مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون السياسية والعسكرية ونائب وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط سابقا شكرا جزيلا لك ما حصل ويحصل في لبنان سيكون حاضرا في الولايات المتحدة بملف الانتخابات انتخابات تحضر ويحضر لها الامريكيون فيما يضطرب الوضع في الشرق الأوسط ومع الحلفاء الإسرائيليين وهؤلاء الذين أثاروا غضب واشنطن وفق التقارير باتخاذهم قرار التصعيد الأخير مع حزب الله وابلغوا إدارة بايدن بذلك القرار في اللحظات الأخيرة لكن هذا لا يعني وجود شقاق في التنسيق والدعم مستمراني ومستمر كذلك دعم هارس لإسرائيل في الدفاع عن نفسها وهي التي سارعت إلى وصف نصر الله بأنه مجرم ويداه ملطختان بالدماء واتهمت حزب الله أيضا بزعزعة الاستكرار في المنطقة أما ترام الذي لم يعلق على هذه التطورات فموقفه متوقع ومعروف من قبل دعم مطلق لإسرائيل في كل القرارات من واشنطن ورحب الزميلة رانا أبتر مقدمة برنامج تقرير واشنطن عبر شاشة الشرق للأخبار رانا أهلا وسهلا بكي كيف تسير توجهات الإدارة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ما بين التصريحات العملية أو العلنية ومسألة الدعم المتواصل ومسألة الحديث عن عدم إرادة في الوصول لتدخل برية ووصول حرب شاملة حصول حرب شاملة مسأل خير هاني طبعا الإدارة الأمريكية تتخبط حاليا في موجة من ردود الأفعال المتتالية التي هي بحد نفسها تعد غياب الاستراتيجية الفعلية بحد وصف الكثيرين في المنطقة والسبب هنا يعود إلى أنه يبدو أن إدارة بايدن اليوم تتعامل مع القضية كرد فعل وليس كاستراتيجية عن بايدن البيت الأبيض هذا أمر أسمعه من ديمقراطيين وجمهورين على حد سواء أن اليوم بايدن يتعامل مع كل التطورات بكل تطور على حدة وكل رد فعل من قبل الإدارة الأمريكية يأتي مبنيا على تصرف إسرائيلي معين في هذه الملفات المتتالية التي تواجهها إدارة بايدن إذن هذا التخبط بدأ طبعا منذ وصول بايدن إلى الحكم لكن كما ذكرت هاني هذه العلاقة أيضا هي علاقة مبنية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل علاقة مبنية أيضا على التكرار وعلى الدعم الساحق من الديمقراطيين والجمهوريين لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها بحسب تصريحات بايدن تصريحات هارس تصريحات دونالد ترامب إذن السياسة الأمريكية بشكل عام هي سياسة تتمحور حول حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها رانا تحدثت عن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أريد أن أسألك عن حقيقة هذه العلاقة في ظل الحديث عن مثلا عدم علم الولايات المتحدة بكثير من الخطوات الإسرائيلية أو حتى ما يقال بأن نتنياهو لا يلقي بال للتوجيهات الأمريكية أسألك عن ذلك رانا لأننا لا يمكن أن نغفل بأن ما يحدث الآن في الشرق الأوسط وإن وافقت الولايات المتحدة أو لم توافق هو يخدم أيضا مصالحها عندما يتم الحديث عن إنهاء حزب الله أو كسر شوكة حزب الله فبالتالي إيران ستكون في موقف أضعف أمام الولايات المتحدة عندما تمت هذه الاغتيالات هذه الاغتيالات كانت لأناس موجودين ومدرجين على قوائم الإرهاب بالنسبة لولايات المتحدة ما بين عدم علم الولايات المتحدة أو ما ننظر له بأنه شقاق أو عدم اتفاق إسرائيل تخدم مصالح أيضا واشنطن في المنطقة وهذا هو تاريخ العلاقة فعليا يعني اليوم إدارة بايتن تمشي على خط يعني ليس خط ثابت فيما يتعلق بهذا التأرجح في العلاقة لكن سببه هو ليس بأن العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير قوية سبب هذا التأرجح هو أن العلاقة ما بين نتانياهو تحديدا وإدارة بايتن هي علاقة متأرجحة لكن طبعا تاريخيا الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء جمعتها هذه العلاقة بإسرائيل ليس فقط بسبب مصالح إسرائيل في المنطقة أيضا بسبب المصالح الأمريكية كما ذكرت هاني في المنطقة اليوم مثلا الخطر الإيراني بالنسبة للولايات المتحدة خطر كبير للغاية ولطالما كانت إسرائيل في المنطقة هي التمثيل الأمريكي للمواجهة مع إيران تحديدا عبر أمور كثيرة نذكر منها بكل بساطة مثلا هذه الغارات الإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية حتى لو لم يتم الاعتراف بها على نقبل إسرائيل أو الولايات المتحدة معروف بأن إسرائيل هي التي تنفذ هذه الغارات في سبيل الحد من تطوير الأسلحة النووية مثلا أو الأنشطة النووية لإيران لكن اليوم التحدي الذي تواجهه إدارة بايدن تحديدا هو كيف تحتوي هذا التصعيد اليوم حتى مع وجود هذا الخطر الإيراني إلا أن هذا الخطر الإيراني سوف يصبح أكثر بكثير أو أكبر بكثير إذا توسعت رقعة الصراع ودخلت إيران داخل هذا النزاع اليوم رانا سؤال من شقين اسمحيلي في آخر تساؤلي ماذا عن تلويح لبنان بأن الجيش من الممكن أن يضبط الحدود الجنوبية هل هذا مقنع أو أنه حل من ضمن الحلول التي قد تذهب إلى الدبلوماسية ونحن على شفى تدخل البري وفي تساؤل الثاني تأثير ما يحدث إن كان هناك تدخل بري على المشرعين في الولايات المتحدة نعم في الشقة الأول من السؤال الجيش اللبناني بالنسبة للولايات المتحدة هو يعتبر المؤسسة الوحيدة اليوم التي هناك بعض الثقة بها من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل بعض المشرعين طبعا ليس كل المشرعين في الكونغرس ومن هنا تأتي دوما هذه الحلول وهذا دعم المستمر من قبل الولايات المتحدة للجيش اللبناني لحاولة السيطرة على تدهور الوضع هناك بعض من يلوح من من تحدث معهم في الكونغرس بأن الجيش هو الحل اليوم لمحاولة السيطرة على التصعيد في لبنان حتى في ظل هذا التصعيد الممكن والذي من الممكن أن يحصل في الداخل اللبناني هناك توجه من بعض المشرعين بالدفع للجيش اللبناني لاستلام زمام الأمور وربما أعلان حالة الطوارئ هي من الأفكار المطروحة التي تم التداول هنا من الجانب الأمريكي من ديمقراطيين وجمهوريين رانا أبتر مقدمة برنامج تقرير واشنطن عبر شاشة الشرق للأخبار شكرا جزيلا لك سباك القمة مستمر مشاهدين الكرام سنذهب إلى هذا فاصل القصير وبعده تتابعون ترامب يواصل هجوم الشخصية على منافسة هارس وجمهوريون ينتقدون أسلوبه نحن أحب العمل العمل هو عمل جيد العمل هو عمل جيد العمل هو عمل جيد إلى سباق القمة أهلا بكم مرة أخرى ليست بأهمية مناظرة الرؤساء لكن مناظرة نائب هاريس المرشح لخوض الانتخابات تيم والز ونظيره مرشح ترامب جيدي فانس تحظى بكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام الأمريكية بالنسبة لشبكة سي بي اس التي تنظمها في نيويورك في الأول من أكتوبر هي فرصة ذهبية لتحقيق أكبر عدد من المشاهدات أما عن الشروط فأصبحت معلنة الآن معلنة الآن مدة المناظرة ستكون تسعين دقيقة مع فواصل إعلانية وستعقد أيضا بلا جمهور ولا مجال لأي بيانات افتتاحية سيدخل نائب هاريس إلى المسرح أولا وفق القرعة وسيظهر تيم والز في الجانب الأيمن من الشاشة للمشاهدين وفانس في الجانب الأيسر سيمنح كل منهما دقيقتين للإجابة عن كل سؤال وسيكون لدى المرشح الآخر دقيقتين للرد وسيسمح لكل مرشح بدقيقة واحدة لتقديم الحجج الإضافية وقد يتم منح دقيقة إضافية أخرى لمتابعة الموضوع وفقا لتقدير المشرف على المناظرة على عكس المناظرتين الرئاسيتين اتفق الجانبان على أن تكون ميكروفونات المرشحين لمنصب نائب الرئيس بأنه لن يتم تشغيلها أثناء أو إيقاف تشغيلها أثناء تحدث الطرف الآخر لكن الشبكة تقول بأنها تحتفظ بالحق في إغلاقها عند الضرورة في النهاية سيكون لكل مرشح دقيقتين لإلقاء بيان ختمي أما القرعة فمنحت فانس فرصة للحصول على الكلمة الأخيرة بعد تيم وولز في هذه المناظرة سنرى نائب ترامب جيدي فانس السناتور عن ولاية أوهايو صاحب كتاب كان هو يوماً لاعلى مبيعاً في الولايات المتحدة الرجل الذي تمسك بقصة المهاجرين القادمين من هايتي الذين يأكلون القطط والكلام وقبل هذا كله هو الذي أطلق مصطلح سيدات القطط اللواتي ليس لديهن أطفال لمهاجمة الديمقراطيين وعارس بالذات وهذا وصف آثار ويثير كثيراً من الجدل بالرغم من أن فانس صرح به قبل ثلاث سنوات وهذا ما قاله فانس وقتها يا معظي وست عالي كونس مسارات قادم النجاور 않는 مهت تراني فهم نجد نظرة ربيaza اشهر حجام صلح مقابل فانز سيقف تيم وولز حاكم مينيسوتا مدرب كرة القدم السابق ومدرس اللغة الذي عمل في الصين وأثيرت حول خدمته العسكرية سلة كثيرة لا سيما فيما يخص المشاركة في حرب العراق فخصم فانز يؤكد أنه لم يقاتل هناك وهذا يناقض تصريحات أطلقها تيم وولز تتحدث عن أسلحة حملها في تلك الحرب لنستمع إليه إذن كل منهما يريد سحب البساط من تحت قدمي الآخر ويظهر بمظهر غير ملائم لمنصب نائب الرئيس الذي قد يحل محل الرئيس في أي وقت من الأوقات مهمة فانز وولز صعبة في مناظرتهم المرتقبة مطلع أكتوبر والتي حضر لها وما لديهم من أوراق واستراتيجيات ستطرح فيها مناظرة ليست كغيرها فهي آخر المناظرات في هذا السباق إلا إن جد جديد أو حدث طارئ ما طرفاها نائب المرشح الجمهوري والمرشحة الديمقراطية وعن اللقاء أطلق هذه التصريحات سيظهران أفضل ما لديهما فالمناظرة هي الفرصة الأخيرة للفريقين لتقديم الحجج أمام الناخبين بقصد الإقناع وبالتالي كسب الأصوات أما استراتيجيات الإقناع فحللتها التحليلات وولز الذي سيدخل استوديو المناظرة أولاً سيركز على حقوق الإجهاد والقصد إظهار فانس كمتشدد في هذه الجزئية بالذات سيحاصره بموضوع خبرته السياسية القليلة تصريحاته الجدلية عن نساء القطط الذين لم ينجبوا الأطفال والمهاجرين الذين يأكلون القطط والكلاب سيثبت ما قاله عن ترامب وفانس بأنهما غريبا الأطوار أما فانس فسيبذل كل الجهد لملاحقة وولز بأسئلة عن قراراته التنفيذية كحاكم لمينسوتا سيحاصره بأسئلة عن تعاطيه مع الاضطرابات هناك سجله العسكري وتقاعده لصالح انتخابات الكونغرس وسيفعل ما يلزم لإظهاره كليبرالي متخف بثوب التقدميين سرا وعلنا يحضران لهذا اللقاء بفريقين ومدربين يجهزانهما لكل الاحتمالات فانس يقول لوسائل الإعلام إنه جاهز ولا داع لكثير من التحضيرات وعلى العكس يقر وولز بأن استعداداته تتم بشكل رائع ويعد متابعيه بكثير من المفاجآت وصفها بالمجنونة والغبية وكذلك الماركسية حرب ترامب الكلامية ضد كاملة هارس متواصلة وفي كل مرة يصفها وصفا جديدا ويعطيها لقبا محدثا أما آخر ما صدر عن في هذا السباق أن بايدن أصبح متخلفا عقليا لكن هارس ولدت هكذا على حد قوله دعونا نستمع كثير من الديمقراطيين عبارتها ويقول لديك كامالا هارس حسناً أعتقد أنها كانت تصدر بذلك كثير من الديمقراطيين عبروا عن رفضهم لتصريحات ترامب التي وصفوها بالشتائم التي تطال مرشحتهم هارس وهذا رفض يشاركهم فيه الجمهوريون الذين حذروا ولازالوا يحذرون على الدوام من تبني ترامب لمثل هذا الخطاب كثير من الجمهوريين نأوا بأنفسهم هذه المرة عن وصف هارس بالمختلة عقليا حتى أن سيناتور الجمهوري لينتسيك راهام قال إنه لا يصح وصف هارس بالمجنونة بل إن سياساتها هي المجنونة أما توم امر النائب الجمهوري عن ولاية منيسوتا الذي يتولى تدريب نائب ترامب جيدي فانس على المناظرة المقبلة مع ويلز قد أشار إلى ضرورة الاهتمام بالقضايا التي يمكن لترامب إصلاحها بدلا من هذه السجالات من واشنطن على هذا الموضوع رحب سيد ديفيد سميث مدير مكتب صحيفة الجارديان في واشنطن سيد ديفيد أهلا وسهلا بك معنا استمرار ترامب في استهداف هارس سخصيا وبين قوسين يهانتها ما الذي يجعل ترامب يستمر في ذلك رغم انتقادي مناصريه قبل منافسيه لهذا الأسلوب هو يبقى شخصية خير منضبطة ومتخيرة رأينا ذلك عام 2016 ومنذ ذلك الحين أصبح ذلك أكثر حدة ربما بسبب سنه فهو في سن الثامنة والسبعين أكبر مرشح في التاريخ وربما هو يشعر بيأس ويعرف أنه إذا خسر هذه الانتخابات يمكن أو يمكن أن يواجه المزيد من المشاكل القضائية وربما يسجن وإنتان في خضوني يومين كان يقول الكثير من الأمور مثلاً ملاحقة جوجل قضائياً وأن حارس مختل عقلياً وأن فوكس نيوز يجب أن تنشر هذه التصريحات وأن الشرطة يجب أن ترد على بعض المجرمين وأيضاً أعطى بعض الإحصاءات عن الهجرة المشوهة وهذا معيار يختلف عن أي مرشح رأيناه في تاريخ الانتخابات سيد ديفيد تأثير هذا الخطاب على داعمي ترامب نتحدث عن جراهام تحدث لترامب ونصحه بوجوب التركيز على ما قد يكون من أفعال مجنونة لهارس وليس لوصف شخصية هارس بالمجنونة هذا صحيح نحن رأينا ذلك في أسابق فترامب يحب أن يواجه هذه الأوصاف والإهانات الشخصية يتحدث عن مظهر الأشخاص وصوتهم وخاصة ضد النساء كما رأينا على مدى السنوات وهو لم يجد تسمية لكامالا هارس ووصفها بعدة أوصاف ويحاول أن يبرزها على أنها متطرفة يسارية والإنسجرام وأعضاء آخرين من الحزب الجمهوري ومستشارين في الحملة يشعرون بإحباط من ذلك لأنهم يعتقدون أن ترامب قد يفوز بالانتخابات إذا مركز على قضايا يحثوها على التركيز على الاقتصاد خاصة التضخم وأيضا الهجرة وأمن الحدود واستطلاعات الرأية تظهر بشكل مستمر أن ترامب متقدم في هذه القضايا ويتمنى أن يركز على هذه المواضيع وليس على الشتائم ولكن طبعا يصعب السيطرة على ترامب كمرشح ذكرت مسألة استطلاعات الرأي سيد ديفيد إنعكاس هذا الخطاب على استطلاعات الرأي إلى أي مدى تؤثر فيه مثل هذه الاتهامات الشخصية وهل سيؤثر ذلك أيضا في مزاج الناخب الذي من الممكن قد يخسر ترامب بهذا الأسلوب أقول لك ذلك لأننا نتحدث عن تقرير لنيويورك تايمز دعمت في هيئة تحريرها كمالة هارس وقالت بأنها الخيار الوطني الوحيد للرئاسة بعدما وصف الفريق التحرير بأن ترامب غير مؤهل بين قوسين أخلاقيا لمنصب الرئيس أخلاقيا جاءت أيضا من مثل هذا الأسلوب هذا لا يساعد طبعا النتائج والخش الكبير بين الجمهوريين أن هذا الخطاب المهين لترامب يؤدي إلى سخطنا بين الناخبين المستقلين والجمهوريين المعتدلين وخاصة النساء في المناطق الريفية وبسبب الموقف حول حق الدستوري للإجهاد الذي تم الرجوع عنه ونرى أن هناك فجوة تاريخية في هذه الانتخابات بين النساء والرجال الرجال يزال يدعم ترامب ولكن هارس متقدمة بين الناخبات وهذه الشتائم من ترامب لن تسمح باستعادة أصواتهن ونيورك تايمز دعم التحارس مثل الكثير من الجهات الإعلامية الأخرى وأيضا بعض الجمهوريين حتى ورغم كل ذلك فهذا السباق لا يزال متقاربا للغاية هارس متقدمة بين الناخبين من شكل عام ولكن الكلمة الفصل هي للولايات المتأرجحة في بعض المجالات هارس متقدمة في مجالات أخرى ترامب متقدم والفرق ضيق جدا ويصعب التكهن بالنتيجة شكرا جزيلا لك من واشنطن ديفيد سميث مدير مكتب صحيفة الڭارديان في واشنطن في طارق استعداداته للانتخابات الرئاسية المقبلة يقوم الرئيس السابق دونالد ترامب بإعداد قائمة مفصلة عن الأعذار المحتملة لرفض نتائج انتخابات 2024 في حال خسارة التفاصيل في التالي في طريقة كتلك التي تعامل بها مع انتخابات 2020 يبدو أن ترامب يعيد الكرة في انتخابات 2024 وفقا لموقع أكسيوس ففي إطار استعداداته للانتخابات في نوفمبر المقبل يجمع الرئيس السابق دونالد ترامب مجموعة من العذار المحتملة لرفض نتائج انتخابات 2024 في حال خسارته وذلك من خلال التصريحات العامة والدعاوى القضائية التي تجاوزت مئة دعوة ترامب الذي يواجه تهديدات قانونية محتملة يوسع نطاق هجمته غير المبررة على إجراءات التصويت في الولايات المتحدة حيث الدعم أخرا أن الديمقراطيين يستغلون برامج الاقتراع للمغتربين لتجاوز متطلبات التحقق من الهوية كما انتقد فكرة التصويت المبكري واصفا إياها بالسخيفة مشيرا إلى أن ذلك ساهم في خسارته في الولايات المتأرجحة ترامب يستخدم أيضا قضية المهاجرين غير المسجلين في حملته الانتخابية وذلك لتعزيز نظريات المؤامرة حول الاحتيال الانتخابي هذا ودع مؤخرا الجمهوريين في الكونغرس لاستخدام تهديد إغلاق الحكومة لتمرير قانون يتطلب إثبات الجنسية للتسجيل في الانتخابات على الرغم من أن التصويت غير القانوني نادر الحدوث حتى مع غياب أي دليل على حدوث مخالفات في التصويت يستمر ترامب في إطلاق الاتهامات ضد الديمقراطيين بالغش مشددا على أن الانتخابات ستكون غير نزيهة ومنذ عام 2020 أعيد تنظيم الحزب الجمهوري ليعزز مزاعم ترامب حول الاحتيال الانتخابي وأتم بناء شبكة تضم 175 ألف مراقب انتخابي بالنظر إلى التاريخ يبدو أن ترامب يخطط مرة أخرى للإعلان عن فوزه بشكل مبكر إذا بدأ أنه متقدم في التصويت وهو أسلوب استخدمه في انتخابة 2020 سباق القمة مستمر مشاهدين الكرام وتتابعون فيه بعد فاصل قصير ترامب لا يترك حتى الكوارث الطبيعية إلا ويوظفها في حملته الانتخابية وكيف يستخدم أسار هيلم في الانتخابات إلى سباق القمة أهلا بكم مرة أخرى على الولايات المتحدة مر الإعصار في التسمية ينادوه هيلين وفي التأثير طال خمس ولايات سوث ونورث كارولينا وجورجيا وولايات أخرى أما أبرز الخسائر فسجلت في فلوريدا بالذات حيث وصل عدد الضحايا إلى تسعين في معظم الولايات والحصيلة مرشحة للارتفاع الكهرباء انقطعت عن ملايين الأمريكيين وهناك كثير من المفقودين والخسائر المادية التي تقدر بملايين الدولارات بايدن وصف ما حصل بالمأساوي فالإعصار هو الأعنف منذ 173 عاما لكن ما سبق ليس وحده ما أكسب هذا الإعصار هذه الأهمية فالكارثة تحولت فجأة إلى ملف انتخابي تدور بشأنه اتهمات وسجالات من قبل ترامب الذي وصل إلى جورجيا المتضررة من هذا الإعصار وغايته الاطلاع على حجم الدمار وأعمال الإغاثة والاستجابة للمدنيين وكذلك آليات حصر الأضرار لكن قبل ذلك وخلال تجمع حاشد في بنسلفينيا اتهم المرشح الجمهوري بايدن اتهم بايدن بالنوم في منزله في الشاطئ في ولاية دلوير مهاجم هارس التي انشغلت بجمع التبرعات بحسب قوله في كلافورنيا بينما يضرب إعصار البلاد بكل الأحوال فإنما حصل في فلوريدا وبقية الولايات حضر في خطاب نائبة الرئيس أثناء وجودها في لاس فيغاس بولاية نيفادا وكذلك أكدت من هناك بأنها تتابع عن كثب الاستجابة لهذه الحالة الطارئة التي ضربت بعض الولايات في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة إليكم مقالة هارس من واشنطن هذا الدكتور وليد فارس الخبير في السياسات الأمريكية التحكوا بنا للحديث عن ذلك دكتور أنا أسأل بك معنا اليوم ترامب في جورجيا التي تضررت من هذا الإعصار وهي إحدى الولايات المتأرجحة السؤال كيف سيستفي ترامب من وجوده في هذه الولاية في ظل هذه الكارثة سؤال ممتاز هذه الولاية بالذات جورجيا باتت هي أرض المعركة القصوى مع بالطبع بنسلفينيا الولايتين أصبحتها في الخندق الواحد في هذه المعركة هو يحتاج في جورجيا إلى نقطة أو نقطتين أو ثلاثة على الأكثر لأنها فيها جذور جمهورية عميقة كانت دائما للجمهوريين منذ أيام نوت جينجريج يعني عدل أقل منذ 1994 ولكن في المرحلة الأخيرة جاءت جماعات حزبية تنتمي إلى الحزب الديمقراطي واستوطنت في أطلانتا خاصة ومدن أخرى وبالتالي هذه الولاية خسرها وهذا لم يكن منتظر هو يعتبر أن أي نقطة نقطتين أو ثلاثة يسجلها بإمكانها أن يعيد هذه الولاية إلى لائخته الانتخابية وهو كما نعلم جميعا أن يستخدم كل النقاط بما فيه معركة هيلن يعني العاصفة العصار التي ضربت أربع ولايات بالطبع سوف يتكلم عنه وبالطبع سوف يحاول تحميل مسؤولية فشل المساعدة التقنية للسكان للمواطنين للناخبين على أكتاف السلطة أو على أكتاف التحالف الذي يواجهه دكتور إلى أي مدى قد يكون هناك تأثير بالذات بأن ترامب أورد حقائق قال بأن هارس في ظل هذه الكارثة هي تجمع التبرعات في فلوريدا يعني من موقعه إذا درسنا موقعه وتسمعنا ماذا يقوله وتقول حملته ورأينا ماذا كانت تعمل المرشحة نائبة الرئيس هارس أنا أعتبر عن هذه النقاط لمصلحته يعني وكأن السماء أنزلت عليه هدية بنهاية المطاف لأنه بمقدار ما حملت هارس سوف تحاول الدفاع عن نفسها ما لم تأتي إلى جورجي ما لم تتواصل مع اللاجئين والآخرين وفرق الأنقاذ سيكون صعب عليها أن لا تخسر هذه النقاط قد تربحها بأمور أخرى ولكن أعصار هيلين سوف يعطي النقاط لا بأس بها لترامب أخيرا مثل هذه القضايا بالتحديد قضايا المناخ والأعصار والكوارث الطبيعية وربما غير مرة كان ترامب يتحدث في هذا الشأن إلى أي مدى قد تكون مؤثر في مزاج الناخب الأمريكي حقيقة على غرار الاقتصاد وغيره بصراحة ولنشرح للمشاهدين هناك فارق بين نظريات أنه ما يأتي وراء ارتفاع الحرارة أو ما يأتي كل هذه النظريات أكاديمية الفلاح العادي المزارع العادي في جورجيا لن يهتم فيها كثيرا ما يهتم به إذا وصلت المياه إلى بيته إذا انقطعت الكهرباء هذه الأمور لن يكون هناك مكان للناطقين الأكاديميين والإعلاميين سوف يكون هناك مكان واحد من الذي توجع مع هؤلاء الذين توجعوا ومن الذي صور في الفيديو أنه كان بعيدا وكان في لاس فيغاس يعني لاس فيغاس بالفكر النفس الأمريكي هي سوف يذهب الناس إلى الكازينو ويصرفون المال أنا أعود وأقول إذا لم تتمكن هاريس من معالجة هذا الموضوع سوف تخسر بعض النقاط لا أقول للمعركة في جورجيا ولكن هذه سوف تخسب لترامب وأضيف أمرا آخر نورث كارولاينا أيضا هي ساحة معركة وفي نورث كارولاينا الطبق الوسطى أوسع وهي تقرأ أكثر وهناك نوع من استثمارات أكبر فيها وبالتالي التحدي سوف يكون أكبر لإقتصاد نورث كارولاينا منه لجورجيا جورجيا سوف تبقى كما هي شكرا جزيلا أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه التوضيحات والتحليلات من واشنطن دكتور وليد فارس الخبير في السياسات الأمريكية بهذا ننتهي من هذه الحلقة من سباق القمة مشاهدين الكرام هذه تحية لكم أترككم في حفظ الله وهي مريعا جن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة